السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وبعد الفيديو لدينا تشريبة للعبة بوبشي على جهاز الشيومي ريدمي نوت 11 اس سوف نرى أهلا إدادات سوف يعطينا هذا الجهاز باللعبة سوف نرى أيضا عدد الإطارات الحرارة وكذلك أداء الجيروسكوب سوف نتعرف على كل شيء يخص الأداء بهذا الفيديو فإذا كنت تفكر في شراء الريدمي نوت 11 اس وكنت متن بالألعاب وبعد تحديد لعبة بوبشي فمهم جدا أن تكمل الفيديو لآخرة لكن قبل أن نبدأ كالعادة لانتسال الشراك وانتقوم بتفعيل خاصية الجرس ليصلك إشعار على كل الفيديوهات القادمة أول بأول وكذلك دم الفيديو بزرع اللايك مهم جدا ليصل الفيديو إلى كبردد من الناس قبل أن ندخل بتشريبة بوبشي سوف نرى المعالج الموجود بالجهاز ونلدينا معالج من شركة ماداتك وهو الهاليو جي 96 معالج بضيقة صناعة 12 نانومتر وتردد يسا إلى غاية 2 كهرد أيضا الجهاز يأتي بثلاثة نسخ من الداكرة والرام لديك نسخة 6 جيكا بيطرة مع مساة داخلية 64 ولديك أيضا نسخة الستة 128 وهي النسخة التي لدي وهناك أيضا أعلى نسخة نسخة 828 وطبعا أهم شيء لكل محبل الألعاب هو البطارية هنا لديك بطارية ممتازة 5000 من أمبير مع سرعة شهر 33 نواد وطبعا الشاحن موجود بالعلبة ننتقل الآن لتجربة لعبة بوب جي وسوف نرى الإدادات كما تشاهدون لدينا إدادات سمود وكذلك أولترا على إدادات متوفرة وهي HD وكذلك هاي طبعا سوف نقوم بوضع سمود وأولترا لكي نحصل على أكبر عدد إطارات طبعا سوف نرى عدد الإطارات الموجودة كما تشاهدون لدينا 40 فريم أو 40 إطار فئة ثانية وصرحة الأداء هنا ممتاز وأفضل بفرق ملحوظ عن الريدمين نوت 11 النسخة العادية لديك هنا 40 فريم صرحة سوف تعطيك ثلاثة أفضل بها اللعبة وصرحة تقريبا لعب تلاء اللعبة لمدة ساعة وحتى ممكن أكثر وكانت الأربعون فريم ثابتة ولم أواجه أي تقطيع أو أي ضرب بالفريمات أثناء اللعب وطبعا كما قلت وضعنا أقل إدادات بالغرافيك لأنه كما تشاهدون الغرافيك ما زلت على رأياني جيد أما بالنسبة للحرارة فكما قلت لعبت لأكثر من ساعة وكانت الحرارة عادية جدا ولمواجه أي مشاكل من ناحية الحرارة أما بالنسبة لما نسأل عن الجيروسكوب فكما تشاهدون الجيروسكوب يشتغل بشكل منتاز ونتواجه به أي تأخير أثناء اللعب ويمكنك الاتماد علي بدون أي مشاكل سواء بالسكوب أو بالوضع العادي فالآن دعونا نقوم بتالية الغرافيك إلى أعلى شيء HD وكذلك هاي ونرى كيف سوف يكون الأداء فدعونا الآن نرى عدد الإطارات كما تشاهدون انخفض عدد الإطارات من 40 فريم إلى 30 فريم وطبعا هذا بسبب أننا قمنا بتالية الغرافيك إلى HD وكذلك هاي كما تشاهدون الغرافيك طبعا أصبح أفضل وبشكل كبير لديك الآن الضلال أصبحت باللعبة لكن مقابل ذلك طبعا سوف تفقيد عدد الإطارات والثلاثة أثناء اللعب الثلاثة هنا يعني جيدة لكنها ليست الأفضل ممكن أن تواجه تقطيعات أثناء اللعب خصوصا مثلا إذا كانت بجوارك سكوات أو سكواتين سوف تجد يعني تقطيعات أثناء اللعب وطبعا هذا أمر طبيعي بالنسبة لهذا السير خصوصا أننا قمنا بوضع أعلى إعدادات بالغرافيك فالآن سوف أطرقكم مع تجربة السماعات وكذلك الأداء طبعا لدينا هنا الجهاز يحمل سماعات استيريو فالمومنا هذه كانت تجربة لعبات بوب جي على جهاز الشيومي الردمي نوت 11 اس سارة كانت تجربة جيدة بنسبة للسير وطبعا سير الجهاز كما قلت لديك هنا ثلاثة نسخ لديك نسخة الستة 64 تأتي بسير 273 دولار نسخة الستة 128 بسير 209 دولار وعلى نسخة والتصارات لا أنصحك بها سعرها مبالغ به نسخة الـ 828 تأتي بسير 310 دولار فأنصحك بنسخة الستة 64 أو نسخة الستة 128 هي التي سوف تقدم لك قيمة مقابل السير فعممنا هذا كل ما كان في هذا الفيديو طبعا كالعادة قلوا لي كل أراكم وفكاركم بأتاليقات وكالعادة لنتسل الاشتراك وانتقوم بتفعيل خاصية الجرس يصلك إشعار على كل الفيديوهات القادمة أول بأول وكذلك دعم الفيديو بزرع اللايك مهم جدا ليصل إلى كبردد من الناس وراكم في فيديو قادم السلام